فطر كورديسبس طبعا فطر طبيعي ينمو في اعالي جبال التبت ينمو على دودة تسمى ساينانسيس هذه الدودة تسمى دودة الشتاء ونبتة الصيف سبحان الله تنمو في اعالي جبال التبت في المناطق التي يقل فيها الاكسجين والله تعالى يعني وضع فيها قدر هذه الدودة على انها تنتج لنفسه اكسجين فيها جينات معينة تساعدها والفطر كورديسبس لما ينمو عليه يمتص من هذه الجينات ويمتص من هذه العناصر الموجودة في هذه الدودة وبالتالي لما يتغذى عليها الانسان تعطيه كمية هائلة من العناصر الغذائية المهمة له طبعا الفطر كورديسبس مهم للجسم بشكل عام ومهم بشكل خاص ووظيفي لتغذية القلب والريتين والكبد والكلاء وتنشيط الدورة الدموية فهو غذاء وظيفي مميز وطبعا في الطب الصيني يعطى للمرضى في فترة النقاها يعني اصلا اولا يا اخوة ليس له علاقة بالامراض ثانيا يعطى للمرضى اذا كانوا مرضى من باب النقاها وفترة النقاها لانه يعطيهم قوة اكثر ويعطيهم طاقة واستجابة للتشافي بشكل اكثر فلهذا الفطر كورديسبس فطر مهم جدا لتغذية الجسم وتوازن الحمضية والقلوية في الدم ترجمة نانسي قنقر